موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية نكمل انشاء الفورن الحلقة الماضية احنا وقفنا عند نهاية تي بادي اليوم بدنا ننشئ الصورة الاخيرة الجزء الاخير من الصورة اللي هي من حد الزر الى زر السيد هنبدأ هنحط تحت تي بادي هناخد تي فوت تبع التابل هنحط تي ار لدينا اول حاجة عدد الحقول تبعتنا في تي دي ست حقول فمعناته احنا هنا هنساوي تي دي نعطي له أتريبيوت ستة عشان يكون هذا تي دي على الكامل ما يكون مكصوص منه هنحط فيه امر اللي هو البوتون نعطي له تابع البوتون عرفان انا في عندي هنا غلط البوتون البرايمر يكون اللون تبعه ازرق اللي هو حسب البوتستراب هنعطي له الاسم تبعه خلصنا من اول زر نيجي على الحقل الثاني اللي هو هيكون السبتوتال السبتوتال والدسكاون والفات والشبين والتوتال ديو نيجي هنا نعمل تي دي تي آر تي دي نعطي له هنا كولسبان ثلاث حقول يكون مدمجات مع بعض هتكون القيمة داخلها فاضية التي دي الثاني هيكون هيكون عبارة عن السبتوتال لكامل الفواتير لكامل الـ التي دي اللي بعده طبعا هنا خلينا نعمل كولسبان ثو وهنا هنحط الخانة الاخيرة اللي هي هتكون لوحدها معناته انه يكون عنا مجموع تبع تي دي نفس المجموع اللي في التي بادي ثلاثة زائد اثنين زائد واحد هيكونه ستة معناته احنا في التي دي الثالث هنحط الامبوت هنخلي التايب تبعه ما هو تيكس هنخليه نمبر يعني ما يقبل غير نمبر هنعطيله النام سبتوتال هنعطيله الـ id برضو نفس اللي شي سبتوتال هنعطيله كمان الـ class سبتوتال وكمان مع السبتوتال هنضيف لها الـ for control اللي هو تبع الـ bootstrap و هنقوله هنا يعطينا attribute read-only يساوي read-only انو ما حدا يكتب على هذا الحقل هيكون automatic الحقل اللي بعده هيكون عنا tr-td call span 3 td call span 2 هنعطيله الاسم اللي هو هيكون discount td الثالث الأخير بالله صح هيكون عبارة عن input group يعني هيكونوا اثنين input مجموعين مع بعض كيف هذي ها راح نسويه هذي من الـ bootstrap طبعا من الـ documentation تبع الـ bootstrap في عنا حاجة اللي هي اسمها input group معناته معناته احنا عنا dev class input group هنعطيله اللي هو margin bottom ثلاثة اوكي تماما عنا اول field اللي هو select الـ name discount type والـ id discount type وكمان الـ class discount type بالاضافة الى الـ class الخاص في select من الـ bootstrap اللي اسمه custom select نعطيله اثنين option الـ value الاول fixed يعني انه تكون القيمة محددة هنا هنكتب sr او اختصار سعودي ريال الـ option الثاني هيكون percentage يعني هيكون نسبة مئوية وهنكتب هنا % اوكي تمام خلصت اول حقل الحقل اللي بعده اللي هو هنسوي dev input group event و هنعمل لو input type number name اللي هي discount value بالاضافة بالاضافة كمان id و كمان عنا الـ class هذا الـ id وهذا الـ class و عنا الـ attribute الثاني من الـ class اللي هو for control طبعا نعطيله default value 0.00 بالاضافة 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 ممكن انه احنا نضيفها عندنا في subtotal و ممكن انه احنا كمان نضيفها في الـ unit و الـ quantity ايضا بس لازم نخلي الـ type تبعهم مش text number لانه الـ quantity تحتمل number و الـ unit price كمان number والـ row subtotal ايضا number و ممكن انه نعطيها كمان step 01 نيجي للـ الحقل اللي بعد الـ discount اللي هو هيكون VAT VAT 5% طيب اختصارا للوقت هننسخ TR هذا هنحطه هنا هنكتب بدال subtotal VAT و نكتب 5% manual و لدينا الـ input VAT value هننسخه هنا و كمان في الـ id و كمان في subtotal و هنخلي read only برضو لدينا بعد الـ VAT total اللي هو الـ shipping برضو نفس اللي شي هننسوي له copy لدينا بدال VAT 5% اللي هو shipping و لدينا الـ name و رح نكتبوه فيما بعد اخر حقل عنا اللي هو اخر حقل عنا اللي هو total due total due total due total due هننسخ هذا الرقم هيكون step هيكون الـ name total due كله small letter في الـ id في الـ class و هنعطي له الـ read only نفعلها عنده عشان عملية الحساب الـ automatic حاليا اخر حجب هنضيف اللي هو زر safe text write انو يسوينا الكتابة في اليمين و يكون التباعد عن الفورم اللي هو padding top يسوي 3 pixel الـ type تابعنا هيكون submit للفورم كامل عنا هيكون هنا الـ name save وهيكون الـ class button button primary primary و هيكون الـ text اللي جواته save عفوا مش ساني save اوكي نكمل في الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله هيك احنا خلصنا الفورم نكمل في الحلقة الجاية ان شاء الله عشان نضيف javascript و نسوي عملية الحسابات موسيقى